ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولضمان قضاء وقت سفر ممتع وإجازة صيف هناك إجراءات احترازية تنصح الإدارة العامة للدفاع المدني للجميع الالتزام بهذه الإرشادات التي قد يجهلها البعض وتؤدي إلى حدوث حوادث الحريق لا سمح الله من الضروري على صحاب المنازل من مواطين ومغيمين الالتزام بالإرشادات وذلك حفاظا على سلامتهم من خلال التقيد بإرشادات السلامة وإقلاق جميع الأجهزة الكهربائية والتأكد من إقلاق إصطوانة الغاز، إقلاق الأبواب والنوافذ كذلك التأكد من خلو المكان من المواد القابلة للإشتعال بالإضافة إلى وجود شخص موثوق يتفقد المنزل أثناء قياب ساكنيه وذلك حفاظا على سلامتهم وللحفاظ على الأرواح والممتلكات لابد لنا أن نتعرف على عدد من الإجراءات الهمة في حال وقوع أي طارئ في هذا الشأن الحرارة التي تحدث بسبب الضغط الحراري أو الضغط العالي من الكهرباء هي تأخذ المجمل الأكبر من الحرارة التي تحدث في فصل الصيف وتجنب هذه الحرارة أن هناك عدة نصارح حابة نوجهها للمواطنين والمقيمين منها أن نستخدم أسلاك ومعدات كهربائية مناسبة للحمل الكهربائي عن طريق استخدام أسلاك بمقاس مناسب للتيار المسحوب وتجنب الحمل الزايد على الدوارة الكهربائية إجراء الصناعات الدورية للأنظمة الكهربائية عن طريق فحصها من قبل شخص مختص ومعتمد تجنب وضع الأغراض أو المواد القابلة للإشتعال بالقرب من المعدات الكهربائية حيث أن ارتفاع دائجة الحرارة يمكن أن يشعل هذه المواد نتأكد من عدم تجاوز قدرة المأخذ الكهربائي عن طريق أنه يجب عدم توصيل عدة أجهزة كهربائية ذات استهلاك عالي للطاقة في نفس المأخذ ننصح بتركيب أجهزة إطفاء حرارة الكهربائية مثل طفاية البودرة الجافة أو ثاني كسيد الكربون بالقرب من الأجهزة الكهربائية في حال نشوب حريق في المنزل لقدر الله تبع الخطوات التالية أبلغ الجهات المختصة على الفرق عن طريق الاتصال برقم الطوارئ 999 لبلغ فرق الدفاع المدني أبلغ جميع المقيمين في المنزل لإخلال المكان بأسرع وقت لا تستخدم المصاعد واستخدم الأدراج بدلا من ذلك أبغي في مكان آمن وابتعد عن المنزل انتظر وصول رجال الأطفاء والشرطة والمسعفين ولا تدخل المنزل مرة أخرى إلا بإذن من رجال الأطفاء تعاون مع الجهات المختصة واتبع تعليماتهم بدقة وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لنشر المعلومات والإجراءات الهمة في هذا الشأن من قبل الدفاع المدني لتعزيز سلامة العامة للمواطنين والمقيمين وتعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين